موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من ندوة الأسبوع في العام 1955 اتفقت دول أوروبا الشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتي أنذاك على إنشاء منظمة للدفاع المشترك وطلق عليها اسم حلف وارسو كان الهدف الرئيسي للحلف مواجهة تهديدات حلف شمال الأطلسي الناتو انهار حلف وارسو عام 1991 بعد انهيار جدار برلين وانسحاب الدول الأعضاء منه وانضمام الكثير منها إلى الناتو اليوم تدعو الولايات المتحدة بعضا من حلفائها إلى الاجتماع في العاصمة البولندية وارسو بهدف مواجهة إيران وقد أسهب رئيس الدبلوماسية الأمريكية مايك كومبيو في الحديث عن التهديدات الإيرانية خلال جولته الأخيرة في المنطقة كان أخيرها كلامه عن قدرات إيران الصاروخية المتطورة التي تشكل تهديدا لأوروبا والشرق الأوسط بحسب تعبيره ترد طهران بأنها ستواصل انتهاج سياستها المبدئية والاستراتيجية في التعايش السلمي مع الجيران وأن على أمريكا أن تتعلم من هزائم سياستها العدائية في المنطقة خلال العقود الماضية اللافت في الأمر سيكون خضور إسرائيل في حال شاركت ما يؤكد الكلام المتزايد حول التقارب الإسرائيلي العربي في الأوينات الأخيرة كان لافتا أيضا تغريدة وزير الخارجية الإيرانية ردا على المؤتمر حيث قال إن من شاركوا في آخر قمة استعراضية ضد إيران برعاية أمريكية إما ماتوا أو تم تهميشهم أو خجلوا من خطوتهم تلك هي لغاية اللخظة حرب نفسية وكلامية فهل يتم فعلا البحث في خيارات عسكرية ضد إيران؟ أين وكيف؟ أليس حريا بالولايات المتحدة أن تركز جهودها على كيفية انسحاب قواتها من سوريا بعد أن وقعت فريسة لتنظيم داعش في منبج قبل أيام؟ وهل عنوان المرحلة الحالية صفقة القرن والمواجهة مع إيران؟ تحالفات الإقليم جبهات متعددة هو عنوان ندوتنا لهذه الليلة نستضيف فيها هنا في السوديو مدير مركز القرن للدراسات السيد سعد بن عمر أهلا بك سيد سعد من جديد في بيروت وفي ندوت الأسبوع من طهران معنا سيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق ودكتور سعيد عريقات البحر في الشؤون السياسية معنا من واشنطن أهلا بكما سيد هادي ودكتور سعيد أبدأ معك سيد سعد بن عمر ما هو تقييمكم أولا لهذه الحركة الأمريكية الدبلوماسية في المنطقة؟ من جون بولتن إلى مايت بومبيو إلى ديفيد هيل في بيروت منذ أيام والعنوان العريض هو المواجهة ضد إيران أو التهديد ضد إيران وحلفائها هل هذا ما تريده بالفعل دول العربية ودول الخليج تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لإصلافتكم وسعيد بوجودي في بيروت الحقيقة أن ما دعا الإدارة الأمريكية لعقد هذا المؤتمر ليس إيران بالإسم إنما أمن منطقة الشرق الأوسط وإذا كانت إيران تشعر أن هذا المؤتمر مهدد لها أو موجه لها فلتراجع سياستها إيران لديها ثلاث ملاحظات عالمية وإقليمية وداخلية الملاحظات من قبل دول العالم أو الدول المعنية بالأمن في منطقة الشرق الأوسط أن إيران عالميا حددت الاتحاد الأوروبي وأمن الدول الأوروبية الداخلي لذلك هذا الأمر محسوب على إيران وهذا ما أشار إليه بومبيو وكأنه أراد اللعب على هذا الوطن إذا أفترضنا إذا أفترضنا إفتراضا المؤتمر لم ينعقد بعد ولكن نحن نتحدث عن مجرد توقعات ودراسات إذا أفترضنا أن إيران معنية بالإسلام هي ليست إيران فقط هي إيران وكل من يخل بأمن الشرق الأوسط إيران لديها ثلاث ملاحظات عالميا في أوروبا وإقليميا في المنطقة العربية وداخليا كيف تهدد إيران أوروبا سيساعد؟ نعم أوروبا أمن أوروبا الداخلي مخترق من قبل إيران فرنسا إلى الآن ليس لها سفير في طهران إيران متهمة بتفجير أو محاولة تفجير المؤتمر الوطني في باريس الصيف الماضي إيران لديها ملاحظات لديها ثنين من الدبلوماسيين طردوا من فرنسا من الدانيمارك آسف لديها ثبوت عمليات إرهابية ضد أحمد مولوي قتل في الدانيمارك في هولندا لديها عدة عمليات قامت في أوروبا فرنسا، النمسا، الدانيمارك، ألمانيا، هولندا وكل هذه العمليات التي قامت بها إيران بقتل معارضين لها والاعتداء على مواطنيين هم أوروبيين يحملون الجنسيات الأوروبية هذا مسجل ضد إيران هذا بالنسبة لنقطة العالمية الإقليمية ما زالت إيران عليها ملاحظات كبيرة جدا من الدول العربية في التدخل في شؤونها الداخلية بالواقع الأمر في العراق، في سوريا، في اليمن، في كل مكان داخليا الملاحظة الثالثة داخليا في الوقت التي إيران تشجب هذا المؤتمر وتندد بانعقاده هي تقوم بالإعلان عن استعدادها لرفع تخصيب اليورونيوم إلى 20% وهذا الكلام على لسان علي أكبر صالحي قبل يومين واستعدادها وإطلاقها صاروخ عابر للقارات وليس للغلفظة فاشل قبل أسبوع أو أقل من أسبوع كل هذه الملاحظات الثلاث يعني المجتمع العالمي والمجتمع الدولي قلق بشأنها لكن لا أحد عبر عن قلقه يعني أن الدول الأوروبية التي ذكرتها ما من أحد عبر عن قلقه بشأن بين مزدوجين النشاطات الإيرانية على العكس نحن نرى أن الدول الأوروبية أكثر المتمسكين بالاتفاق النووي مثلا الذي انسحبت منه الولايات المتحدة تسمح لي أن يجيب جان إيفان لوريان الوزير الخارجي الفرنسي ذكر إيران بالاسم وصرح بتصريح مكتوب وموجود في الصحف ضد العمليات التي وقعت في باريس ضد المعارضة الوطنية في باريس وهولندا كذلك والنمسا كذلك والدانيمارك كذلك كلها تصريحات موجودة ومعنى ضيف إيراني وهو ربما الأقدر والأجدر أن يرد على هذه الاتهامات سيد أفقهي إذن هذه ليست المرة الأولى التي توجه لإيران فيها اتهامات بتنفيذ سياسات أيضا بين مزدوجين تخريبية أو خبيثة كما تسميها الولايات المتحدة ولذلك من الطبيعي أن تحشد الجهود لإيقاف هذه الممارسات الإيرانية كان من ضمنها الحركة الديبلوماسية الأمريكية التي تحدثنا عنها كيف يمكن لإيران أن تضخض كل هذا بسم الله الرحمن الرحيم أحييك سيتلينا وضيفك العزيز السيد سعد عريقات والمشاهدين العزاء في الحقيقة ما يتعلق بالاتهامات الموجهة لإيران كلها كاذبة ولم يثبت أي اتهم من هذه الاتهامات ولكن فيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقشي كانت هناك إدانات رسمية ومسجلة ومثبتة أن من أمر بقتل جمال خاشقشي هو وللعهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأدينا من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي واعترفت بالدليل القاطع السيدة جينا هاسبل أنه ثابت لدينا وتعرفين المخابرات المركزي الأمريكية لا تمزح ولا تتلاعب بمصداقيتها عندما تضع كل الوسائل المثبتة صوتيا وتصويريا وحتى على تويتر الفريق الذي قام بهذه الجريمة الشنعاء وفي بيته القنصلية تعتبر بيت للمواطنين في الحقيقة السعودين في أي بلد فيقتل ويقطع ويذاب جسده في الحقيقة الأسيد وهذا تثبت وعلى إثر هذه المعلومات وهذه الإثباتات أصدر المجلس الشيوخ قرارين القرار الأول رسميا أعلن أنه المتهم والذي أمر بهذه الجريمة هو محمد بن سلمان وهو الآن ملاحق دوليا عندما سيفتح الملف وتنقل تركيا الملف إلى المحكمة الدولية الموضوع الثاني هو تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية للعدوان السعودي على الشعب اليمني المضمون في الواقع ليست هذه النقطة التي نتحدث عنها ولكن هل تريد أن تقول أن كل هذا التحشيد ضد إيران يأتي ربما للفة الأنظار إلى أن الخطر هو إيران وليس في أي مكان آخر أو لحرف الأنظار عما يجري في السعودية وكل هذه الاتهامات التي تحدثت عنها؟ شوفي ستلينا عفوا يعني أنا لا أقول أنه هذا ليس وهذا يعني هذا إيجابي هذا سلبي أنا أتحدث رأيي أنت فيك تفند رأيي أو تعتبره في سياق الحلقة أو غير في سياق الحلقة لأن ضيفك في الستوديو كان الاتهامات وبدأ بالشتائم وأنا لا أريد أن أنزلق معه كي أناكفه لأن هذا الكلام الذي تحدث به لا يستحق الرد أساسا أنا أرد دوليا الآن أن إيران أصبحت دولة لها مصداقية ويحترمها كل العالم ولكن هناك مثلث شؤم الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الصهيوني والمملكة العربية السعودية هذا أصبح واضح للعيان يعني لا نستطيع أن نجد أنفسنا بأن هذا المثلث غير موجود لا يعني أصبح اليوم اللعب ستلينا مكشوفة على العلن التطبيع والزيارات والمساعدات والتصريحات وما إلى ذلك وموضوع صفقة القاني أصبحت هذه واضحة جدا فموضوع إيران هناك تصريحات قاطعة والتزامات قاطعة فيما يتعلق بالملف النووي 14 مرة اعترفت السيدة موغريني والسيد أمانو أن إيران تحترم هذا القرار هذا أولا الموضوع الآخر كل الإدانات التي صرح بها هنا وهناك بومبيو كلها حرب نفسية وأنا أعيدك وهذا سيسجل علي ستلينا وسنعرضه يوما من أشيف هذا المؤتمر الذي سينعقد في وارشو سيلد ميتا لماذا؟ لأنه ليس هناك أي استراتيجية واضحة حرب شعواء والمسؤول عنه شخصيتين أمنيتين شريرتين هما جون بولتون الذي يهدد العالم الإسلامي وكذلك بومبيو الذي يقول الإسلام هو سرطان ويجب القضاء عليه نحن الآن أمام هؤلاء الشخصيت التي لا في الحقيقة تتقن لا الدبلوماسية ولا البروتوكولات ولا أدب الحوار ستلينا واليوم هناك معلومات تقول أن جون بولتون طلب من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إفادوا بأي معطيات أو دراسة خيارات من ضمنها الخيارات العسكرية سمح لي هنا أن أنتقل إلى دكتور سعيد عريقات في نوع من التخبط ربما في نوع من عدم الفهم لما يفكر فيه الأمريكيون حاليا دكتور سعيد يعني تارة الانسحاب من الولايات المتحدة وشاهدنا الهجوم الهجوم التي تعرضت له القوات الأمريكية هناك تارة التحشيد ضد إيران تارة موضوع الكرد العلاقة مع تركيا يعني يبدو هناك بعض الغموض هل تشرح لنا أكثر بماذا يعني ما هو التركيز اليوم في الإدارة الأمريكية بالنسبة لشرق الأوسط شكرا لينا أولا ليس هناك تخبط قد تبدو الصورة كذلك لأن هناك تغير في المواقف أو تغير في طبيعة البيانات التي تصدر عن الحكومة الأمريكية أو الوزارات المختلفة ولكن حقيقة إذا ما عدنا إلى تاريخ الولايات المتحدة في المنطقة منذ ابتداء الحرب الباردة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم كل ما تفعله الولايات المتحدة في المنطقة بعد أن خلقت إسرائيل هو في خدمة إسرائيل هذا كل ما هناك هي تقدم إسرائيل وتقدم مصطحة الأساسية النفط الموجود في المنطقة هاتين القضيتين هما القضيتين الأساسيتين للولايات المتحدة وهي الأولوية التي دائما عملت من أجلها وحقيقة الأحلاف هي ليست شيء جديد فالولايات المتحدة في خمسينات القرن الماضي حاولت أن تخلق حلف السنتو وحلف بغداد كما تذكرين وكانت هذه الأحلاف دائما في خدمة ضرب المشروع التحرري العربي ودعم إسرائيل ودعم القوى الرجعية في المنطقة فإذا ليس هناك جديدا الولايات المتحدة همها الأول هو الدفاع عن إسرائيل وكلما اختلقته في العداء هذا العداء المفتعل ضد إيران هو حقيقة لخدمة المشروع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين المحتلة لا أكثر قضية الملف النووي الإيراني إذا ما عدنا إلى الخلف لسبع سنوات لعشر سنوات إلى الخلف سنجد أن هذه القضية هي حقيقة قضية مفتعلة بـ 2003 و2007 صدر تقارير لكافة أجهزة المخابرات بأن إيران ليس لديها برنامج نووي مسلح وليس لها أطمع في هذا الاتجاه بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية CIA الذين عارضوهم فقط المساد والمخابرات البريطانية فإذا هذا التهويل وضق طبول الحرب والقول بأن إيران لها أهداف قبيثة في المنطقة هو في تقديري هو في خدمة المشروع الصهيوني الإسرائيلي ولكن مع ذلك دكتور سعيد مع ذلك يبدو أن الكثير من دول المنطقة مقتنعة بأن يجب لجم إيران إن صح التعبير هل نجح الأمريكيون في الإيحاء أو إرسال رسالة أكيدة لدول الخليج تحديدا بأن إيران هي العدو المباشر ويجب يعني خلق تحالف تحدث عنه بشكل صريح مايك بومبيو وسماي تحالف التحالف استراتيجي لدول الشرق الأوسط خلق تحالف للمواجهة مع إيران نجح الأمريكيون بذلك لا أعتقد أنهم نجحوا حقيقة لأن كما ذكر ضيفك من طهران هذا المخلوق التحالف هذا مولود ميت أصلا هم الأمريكيين مش قادرين يحافظوا على الناتو الأساسي حلف شمال الأطلسي حتى يعملوا ناتو تحالف جديد قادر على مواجهة إيران وقادر على كل هذه حقيقة أفكار إسرائيلية أمريكية إذا ما نظرنا لحالة العدوان في المنطقة نجد أن الولايات المتحدة توجه عدوانا في أكثر من بلد في نفس الوقت اليوم قابت بشنغارات في دير الزور قتلت 30 مواطن مدني انتقاما لعمليات منبج كما يبدو فإذا حقيقة السجل الواضح تماما لا يحتاج إلى التحليل والفذلكة والتفسيرات الولايات المتحدة هي كل ما ترغبوا به هو خلق تحالف مضاد لكل القوى المواجهة في المنطقة للمقاومة الفلسطينية بالأساس للمقاومة العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي هي تفعل كل ما في وسحها وهي تعتقد أنه من خلال فرض التطبيع على الدول العربية من خلال خلق هذه الأحلاف ومن خلال خلق عدو مثل إيران والترويج أن إيران لها أطماع عين هي الأطماع الإيرانية تذكري الولايات المتحدة ذهبت ودمرت العراق وقضت على نظام الرئيس السابق صدام حسين وهو كان يخوض حربا مع إيران فهي دائما تتبع مصطحتها تريد أن تدمر أي إمكانية مقاومة في المنطقة وهذا ما نراه اليوم في سوريا فهذه الأمور كلها حقيقة بسيطة جدا للفهم وفي تقديري أن الولايات المتحدة مساعيها لخلق تحالف مثل هذا ستبوء بالفشل كما أن محاولتها لفرض التطبيع في المنطقة ستبوء بالفشل أيضا كما أن صفقة القرن ستمنى بالفشل لا ندري إن كانت كل هذه المشاريات ستبوء بالفشل فيما يتعلق بالتطبيع نرى تقارب إسرائيلي عربي واضح في أكثر من بلد خليجي والزيارات الإسرائيلية الأخيرة تحت مسميات رياضية وغيره كانت واضحة وبالنسبة لصفقة القرن ما زال يتم الحديث عنها ولو قيل إنها تعثرت ولكن اسمح لي أن أورد وجهة نظر أردنية تتوافق مع ما تفضلت به دكتور سعيد سيد مروان لمعشر من مؤسسة كارنيجي يقول سؤال بعد ذلك لك لو سمحت في مناطق معينة فإن هذا الأمر حاصل بالفعل ولكن إذا كنت ترغب في إنشاء تحالف عسكري مثل حلف شمال الأطلسي فأعتقد أنه أمر غير مألوف ومقومات إنشاء مثل هذا الحلف غير متوافرة هناك عدة عوامل تمنع قيام مثل هذا التحالف منها النزاع بين السعودية وقطر عدم القدرة على دمج الجيوش العربية عدم وجود أي نوع من هيكل القيادة الموحد كما أنه ليس جميع حلفاء الولايات المتحدة ينظرون إلى إيران بالنظر نفسها وبمثل وبمثل مستوى التهديد يقول سيد مروان المعشر أنا لا أرى أن بلدا صغيرا مثل الأردن بموارده المحدودة يمكن أن يشارك في تحالف عسكري ضد إيران لا أعتقد أن هذه الفكرة ستكون جذابة للكثير من الدول معادة سعودية يعني هناك الكثير من الدول العربية بالفعل ليس لديها هذا العداء نحصل لربما يكون عند السعودية مثلا ضد إيران إذا سمحت لي في أقل من دقيقة أرد على استفسارات الزملاء التي قبل شوية الصحفي جمال خاشقجي اغتيل أو قتل بالخطأ في سفارتنا في إسطنبول ومن قام بالعمل موجود تحت القضاء في المملكة العربية السعودية لا يوجد قتل بالخطأ في اعتراف رسمي سعودي بأنه عن سابق تصوره تصميم قتل لا لا بالخطأ هو كان مطلوب يجلبه للسعودية ولكن المتسببين في وفاته يحضروا إلى المملكة والآن تحت التحقيق وفي القضاء هذا نقطة واحدة النقطة الثانية عندما قال أن أوروبا لم تقل كلام هذا أعتقد أن السيد هادي في إيران لم يطلع على تصريح وزير الخارجي الفرنسي عندما أكد الحاجة إلى أن ننهج أكثر تشددا في علاقاتنا مع إيران وأنها مزعزعة للأمن والاستقرار هذا رقم واحد وموجود تصريحاته يعني لا يستطيع أحد ينكرها الشيء الأخر لسعيد سيد دكتور سعيد يقول أنه المشروع الإيراني هذا غير صحيح طيب ماذا تقول عن تصريح علي أكبر صالحي قبل يومين عندما قال رئيس نظمة الطاقة الذرية الإيرانية أننا نستطيع استئناف تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20% أعتقد الأخ سعيد لم يطلع على هذا التصريح وهذا يدين الإيرانيين في محاولة حصولهم على القنبلة النوية ونحن الآن نشكو من دول لديها مجرد قنبلة وقطعتين حشيش تهدد أمننا فما بالك بدول تحاول أن تمتلك على ستتابع الشق الثاني بعض الفاصل لو سمحت لدينا موجز للأنباء مضطرون للذهاب إلي وتتابع إجابتك بعض الفاصل دكتور سعيد وسيد أفقهي ابقيا معنا لو سمحتم مشاهدين فاصل قصير يتخللوا موجز للأنباء ثم نعود تحالفات الإقليم جبهات متعددة هو عنوان ندوتنا لهذه الليلة نرحب بكم فيها من جديد وأذكر بضيوفي الكرام هنا سيد سعد بن عمر مدير مركز القرن للدراسات من طهران معنا سيد هدي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق ودكتور سعيدة ريقات الباحث في الشؤون السياسية من واشنطن قبل الفاصل كنا نتحدث عن إيران وهذه الحركة الأمريكية الدبلوماسية الموجهة بشكل أساسي ضد إيران وعن المؤتمر المنوي عقده في العاصمة البولندية وارسو ذكرت لك وجهة نظر أردنية لسيد مروان المعاشر أنه ما حد متحمس لعقل هذا المؤتمر أو لإنشاء هذا التحالف ضد إيران باستثناء السعودية تقريبا لماذا؟ أولا أعتقد أن كثيرا من الكتاب الإيرانيين وبعض العرب حملوا هذا المؤتمر ما لا يحتمل ووصفوه ورفعوا القدر منه حتى عندما يصدر بياناته وقراراته يقولون ها نحن نقولنا لكم هذا مؤتمر لجمع السياسات الاقتصادية والسياسية لمنطقة الشرق الأوسط وليس تحالفا استراتيجيا كما يذكر الإيرانيين أو يذكر بعض الكتاب العرب بومبيو الوزير الأمريكي هو الذي سمى التحالف أنا سأرد كليب سريع بالصوت والصورة لوزير الخارجي الأمريكي لو سمحت نستمع إلى ما قاله بومبيو ثم نعود تعمل إدارة ترامب على تأسيس التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط لمواجهة التهديدات الأكثر خطورة في المنطقة وتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد والطاقة يجمع هذا الجهد بين أعضاء مجلس التعاون الخارجي ومصر والأردن واليوم نطلب من كل تلك الدول أن تتخذ الخطوة التالية وأن تساعدنا في ترسيخ التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط ويجب معرفة أننا لن نخفف حملتنا للوقوف في وجه النفوذ والإجراءات الإيرانية التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط التحالف الاستراتيجي الذي يتحدث عنها السيد بومبيو يقصد فيه منطقة الشرق الأوسط السعودية ودول الخليج ومصر والأردن هذا تحالف استراتيجي ضد إيران هو يقول ضد إيران تحالف استراتيجي ضد الخطر القادم سواء من إيران أو من غير إيران ولكن مؤتمر بومبيو مؤتمر وارسو الذي نتحدث عنه الآن هو مؤتمر رفع الكتاب العرب والإيرانيين بعض العرب سقف المؤتمر والمتطلعات من ورائه أنه حلف استراتيجي وتجييش ومن الكلام هذا الاستراتيجي يعني غير الاستراتيجي معنى ذلك فيه آسف فيه عسكرية المؤتمر المنعي عقدة في وارسو حسب التصريحات التي وصلت حتى الآن هو مؤتمر سياسي تنسيقي تنسيق أدوار الاقتصاد والسياسة وما يهدد منطقة الشرق الأوسط ولا يعني بالتحديد أن تجمعي 70 دولة في وارسو حتى يتحارفوا استراتيجيا من 70 دولة؟ كل الدول الأوروبية لغاية اللحظة لم تؤكد مشاركتها البعض أيضا قال ربما لن نشارك منهم بريطانيا دول العربية لن تشارك جميعها أحل لك هذا اللغز 70 دولة ستشارك فيه معلومات بهذا الموضوع أحل لك هذا اللغز البريطانيا الدول التي وقعت مع إيران الاتفاق النووي لا تستطيع أن تشارك بقوة في هذا المؤتمر ولكن في الداخل هي متضررة من السياسة الإيرانية كما ذكرت لك سابقا ولا أريد أن أكرر الكلماتي أضف إلى ذلك أن الدول الأوروبية بأكملها مثل الدانيمارك مثل هولندا متضررة من إيران لذلك ستشارك بقوة وستدعم هذا المؤتمر ونحن نقول أن هذا المؤتمر ليس استراتيجيا حسن ما وردنا من الأمريكان نقول أنه مؤتمر لتنسيق السياسات في الشرق الأوسط اقتصاديا وسياسيا إذا شاركت إسرائيل ستشاركون إسرائيل تشارك في هيئة الأمم المتحدة وفي مؤتمرات كثيرة لا نستطيع أن نتحكم فيه هيئة الأمم المتحدة شيء ومؤتمر على مستوى بعض الدول من ضمنها دول الشرق الأوسط التي يفترض أنه عدوها إسرائيل شيء آخر ستشاركوا كسعوديين أو كدول خليش في حال شاركت إسرائيل إسرائيل لديها سفارة في الأردن وفي مصر أكبر منها ستشاركون إذا شاركت إسرائيل سنشارك ولكن ليس لنا علاقة مع الإسرائيليين سواء لن نتحاور مع بعض ولن نتحدث باسم الحكومة السعودية ولكن الهم أو الخطر واحد هو إيران بالنسبة لكم لإسرائيل والسعودية هناك 56 ميليشيا في العراق تعبث بأمن العراق هذه 56 ميليشيا بالإضافة للميليشيات الموجودة في سوريا يجب أن يوضع لها حد من قبل إسرائيل والسعودية من قبل كل الدول فرنسة موجودة قواتها في سوريا لمن؟ طب من ترك سوريا لهذه الميليشيات بين مزدوجات؟ اليوم هناك انفتاع على سوريا ما عليش خلينا نرجع لأمور حضرتك تحدث عن سوريا اليوم هناك انفتاح غربي خليجي إماراتي وسعودي ربما قريبا جدا على سوريا من ترك لكل هؤلاء اللاعبين أن يتواجدوا في سوريا أن يكون لهم أدوار في سوريا ليس العرب نفسهم والآن تعودون إلى سوريا من جديد السيد بشار الأسد ولكن ما زال بشار الأسد هو رأس النظام والآن تعودون إلى بشار الأسد والآن روسيا موجودة في سوريا وهي التي تقبط على الأمن في سوريا ومساعدة الرئيس بشار لذلك نحن نقول إذا خرجت إيران من سوريا أستطعنا أن نساعدك يا بشار الأسد ما لم تخرج إيران من سوريا يا أخي خلك برقماتي زي تركيا غير مواقفك إيران حليفة لك لا نشك في ذلك حليفة من الثنانين لسوريا لكن لا يعني أن تسحب إيران إلى داخل السوري إذا بشار الأسد يريد حقيقة مصلحة سوريا فيرحل الإيرانيين وهناك مبشرات أولية وصدقيني أقول لك من هذا المنبر ولست أعلم الغيب ولكن متى ما اتخذ السيد بشار الأسد هذه الخطوة سيقوم العرب كلهم بالالتفاف حوله نعم السيد بشار استطاع أن يقف بعدما حضرت روسيا إلى المنطقة قبل ذلك كانوا الثوار على أبواب دمشق لا نزايد على بعض لا نزايد ولكن هذه نفس اللهجة التي تتحدث بها إسرائيل فلتخرج إيران من سوريا ولكل حادث حديث ونحن نحارب إيران في سوريا لا يعني أن لدى إسرائيل أهداف ولدى المملكة العربية أهداف أننا أصدقاء هناك إيران وتركيا استطاع أن ينظم سياساتها في تركيا في سوريا في سوريا مع الأداء الكبير بينهما والتنافس الشديد بينهما ولكنهما نسقوا سياساتهما إيران تنازلت لتركيا بأخذ شمال سوريا وهذه مصيبة يا أختي لو بشار أسد يتكي على العالم العربي لن يسمح لإيران أن تلعب في سوريا وتسلم شمال سوريا ما هو في تجارب سابقة هل الاتكاء على العرب مربح؟ أم خاصة؟ الآن لا يتكي على العرب الآن يتكي على روسيا في العراق خير مثال على ذلك العرب اللي حاربوا العراق مش قبل الأجانب ما قال لك الآن؟ التحالفات اللي كانت وقتها مع الأمريكان اسمح لي أن أنقل هذه النقطة إلى السيد أفقه لماذا لا تخرج إيران من سوريا؟ اليوم في تصريحات جديدة من قيادة الحرس الثوري ومن المسؤولين السياسيين الإيرانيين أنه لن نخرج من سوريا إذا كانت بالفعل الانتصارات بين مزدوجين تحققت للقيادة السورية للقيادة الإيرانية لكل الحلفاء لماذا لا تخرج اليوم إيران من سوريا وتسحب هذه الحجة من أعدائها وتريح المنطقة بكل بساطة؟ أشكرك على السؤال هذا أشكرك في الحقيقة أنا أأسف أن أسمع حديثا ومتخبطا ومتناقضا في نفس الوقت ولكن أنا تعهدت في بداية الحلقة أن لا أرد على كل هذا الكلام الباطل وفي الحقيقة غير موثق ولكن جاء بمواقف وأمور موثقة السيد سعد بن عمر بتواريخ ومعلومات أكيدة تفضل مثلا ذروبيلي مثال التصريحات الأوروبية على لسان مسؤولين أوروبيين بشأن إيران والاتهامات لإيران بخصوص ممارساتها في المنطقة وغيره يعني هل هذه التصريحات هي حج قانونية وحقوقية تدان بها إيران التصريحات كلهم نسمعها وتبدل هذه التصريحات في عائشة وضحاها هذا الكلام موثق هذا التصريح قال لودريان على فكر لودريان ثلاث مرات طلب مننا أنه يجب أن ندخل في حوار حول موضوع الصواريخ الباليستية وعندما سيأتي أستيد ماكرون إلى طهران سيخوض مفاوضات صعبة مع المسؤولين الإيرانيين حول منظومة الصواريخ الباليستية نحن رفضنا وقلنا ليس من حق لا ماكرون ولا أبو ماكرون ولا أمريكا ولا أبو أمريكا أن يتدخلوا في شؤوننا الداخلية نرى في منطقتنا ستلينا وعلى رأسها المملكة العربية السعودية تأقد صفقة سلاح بـ 110 مليار دولار من حقوق الشعوب الجزيرة العربية هذه مصلحتها لا تخلى لكم هذه مصلحة السعودية ترى مصالحها في الصفقات العسكرية مع أمريكا أين المشكلة؟ لماذا لا تخرج إيران من سوريا؟ سألتك لو سمح عن سوريا بالتحديد تفضل أرجوك لا تقاطعيني أنا أترك الحلقة هذه المرة الثانية تقاطعيني أنا أريد إجابات صريحة تفضل أكمل الفكرة أنا من حق أن أدلي برأيي أنا لا أقول ما تريده أنت أنت دعوتيني كتسمع رأي ستلينا أرجوك لا تناكفيني لكن لا أريد أن أحرف الحلقة عن هدفها تفضل لا أحول ولا أقول تفضل يا سيدتي هناك أنا أسمع تخرصات أنا أسمع تناقضات ولا أريد أن أريد أن أرد عليها ولكن أنت تحشريني أن أرد على هذا الرجل أنا لا أريد أن أرد عليه هو ضيف عزيز مثلك تماما يا سيد عفقه تفضل هو ضيف عزيز عليك وليس علي أنت تسمعين هذه اللغة العدائية كيف ضيف عزيز علينا هو عليك وأنا لا أرحب بها أصلا حتى لو كنت عارف هو يشارك في هذه الحلقة أنا لم أأتي لأن هذا إنسان غير منطقي كل ما تحدث به هو كذب بكذب يقول التصريحات هناك إدانات دولية إدانات من أقرب أصدقاء أمريكا للسعودية أنه محمد بن سلمان قاتل هو يقول يصرح اللودريان وصرح الزيد وعمر فيما يتعلق بموضوع دخولنا في سوريا نحن دخلنا بصفة رسمية وبدعوة رسمية لمحاربة المنظمات الإرهابية التي تدعمها السعودية وتدعمها قطر والإمارات وذلك بالتصريح واعتراف رسمي من حمد بن جاسم يا ستلينا قال أمرنا من طرف أمريكا نحن والسعودية أن نقضي على نظام بشار الأسد هذا موثق بالصوت والصورة أنا أتحدث عن قضايا موثقة وليس هذا الشخص الذي عندك نحن دخلنا ولا نخرج من سوريا إلا بطلب رسمي من الحكومة السورية ولكن من الذي أجازه ومن الذي سمح للأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين والسعوديين والإماراتيين وهؤلاء الضباط عندهم أسرى عند الجيش العرب السوري كلهم هؤلاء عندهم أسرى من الذي سمح لهم أن يدخلوا إلى سوريا نحن دخلنا بصفة قانونية ونخرج بصفة قانونية فيقول قائد الحرس الثوري قال نحن باقين في سوريا لا نخرج بتهديد إسرائيلي ولا بتخرصات أو باستفزازات سعودية ولا نخاف منها نحن دخلنا مع الروس ودخلنا بدعوة رسمية وسنخرج بدعوة رسمية إذا طلب من إيران هذا هو الواقع هذا الكلام الموثق هذا الكلام الحقيقة وليس هذه التخرصات أو هذه الأكاذيب وهذه الفبراكات مرة يكون ناطق باسم الأمم المتحدة مرة يتحدث باسم الوزير الفلاني أو الوزير العلاني أنا أقول لنتحدث بموضوعية إذا كانت هذه المسألة تسحب الحجة من أعداء إيران وإذا كانت تريح المنطقة وإذا كانت تود إلى تسويات أو صفقات أو سلام معين في المنطقة أين المشكلة؟ في النهاية في حوارات وفي تنسيق وفي تعاون بينكم بين الحكومة السورية المشكلة في أن تنسح بالقوات الإيرانية على مستوى مستشارين وغيره أو خلفاء من سوريا نحن ننسق مع الحكومة السورية لا نعير أهمية هنا تصريح أو هناك تصريح آخر أو تهديد أو الدعوات التي تطلب إيران أن تخرج من سوريا لا نحن دخلنا بدعوة رسمية وسنخرج بدعوة رسمية لا يهمنا ولا يشأن لنا بتصريحات هنا وهناك السعوديين متضررين واليوم متحالفين على الهوى يعني على العالم متحالفين مع العدو الصهيوني ويريدون بيع القضية الفلسطينية كما باعها عبد العزيز آل سعود بخط يده أنه قدموها لليهود المساكين فنحن نقول لا نقبل بهذا الكلام لماذا لا تطلب السعودية خروج القوات الأمريكية لماذا لا تطلب إسرائيل خروج القوات الفرنسية التي دخلت غازية هذه لماذا لا تطلب خروج القوات التركية التي تغذر الآن الشمال السوري هذا في الحقيقة نتحدث بهذه اللغة وانا أتمنى أيضا أن نتحدث بلغة أقل انفعالية سيد هادي أفقهي نحن هنا لتوضيح أجزاء من الصورة وخضرتك أنا لست منفعلا أنا لست منفعلا أجيب بموضوعية وبتوثيق أتحدث لست منفعلا أبدا طيب اسمح لي أن أنتقل إلى سيد دكتور سعيدة ريقات واضح من يعني كل هذه السياسات والممارسات والتصريحات والمواقف والقرارات الأمريكية أنه إدارة ترامب يعني تختلف بالفعل تماما عن إدارة أوباما مثلا فيما يتعلق بإيران أوباما كان يعتمد أسلوب الاحتواء مع إيران وتوصل للاتفاق النووي بينما ترامب يعتمد أسلوب المواجهة المباشرة مع إيران هل هذا سيؤدي الغرض الذي تريده الولايات المتحدة وخليفتها إسرائيل في النهاية سؤال مهم جدا تذكري أن الرئيس ترامب حقيقة هو نفذ ما وعد به أثناء الحملة الانتخابية وما وعد به أثناء الحملة الانتخابية حقيقة هي عبارة عن مجموعة من الجمل والكلمات التي عدها اللابي الصهيوني الإسرائيلي في الولايات المتحدة نحن نعلم ذلك تماما الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع إيران هي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وزائد ألمانيا وكلهم يقولون وكالة الطاقة الدرية تقول أن إيران التزمت تماما بتفاصيل هذا الاتفاق وأن هذا الاتفاق فعال وأن ليس لدى إيران رغبة في امتلاك سلاح نوي وردا على ما قاله ضيفك في الستوديو حقيقة عندما قال إيران تسعى من أجل امتلاك قنبلة نوية هناك ثلاثمائة قنبلة نوية تمتلكها إسرائيل وإسرائيل هي التي تعتدي هي التي تحتل الأراضي العربية هي التي تحتل جزء من سوريا وتحتل فلسطين كلها فإذن هناك مجموعة من المغالطات فيما يقال وكيف يتم طرح ذلك تذكري عندما نتحدث حتى عن سوريا أيضا هناك عنصر غائب عن هذا النقاش وهي السيادة السورية وهي سيادة أثبت الدولة السورية وأثبت الجيش العربي السوري أنه قادر على استعادتها قادر على الدفاع عنها ومع كل احترامي للدعم الروسي والدعم الإيراني هو حقيقة جزء بسيط من الصمود السوري ومن القدرة السورية تذكري الروس دخلوا إلى جانب لدعم بطلب من سوريا إلى دعم الجيش السوري عام في تلاتين تسعة الفين وخمسطعش بعد أربع سنوات من الصمود في وجه هذا الهجوم الإجرامي على سوريا البعض يتحدث عن 65 فصيل هناك كان 400 فصيل وأنا أعرف الذين عملوا في سوريا عملت معهم سابقا سواء الأخضر الإبراهيمي أو استفان دمستورا فأنا أعيي تماما عدد هذه القوى التي كانت تدمر في سوريا وتدعمها قوى سواء تركية أو من دول العربية في منطقة الخليج وهي بالفعل التي تشن العدوان السيادة السورية تعني أن سوريا هي فقط لديها القرار إما أن يدخل فلان أو يخرج فلان كما أن علينا أن لا نبارغ بحجم الوجود الإيراني في سوريا بغض النظر عن التصريحات التي قد تصدر عن هذا أو ذاك ربما لأهداف شخصية قائد الحرص التورية والغيره إذن النقاط الأساسية التي يجب أن نركز عليها أن إيران حقيقة ليس لديها كما يتدعي الولايات المتحدة طموحات في المنطقة ليس لديها طماحات في المنطقة لا نراها تشن عدوانا على هذه الدولة أو على تلك الدولة في المقابل نرى أن إسرائيل وأمريكا باستمرار يتحدثون عن إيران أن هذه العدو المخيف هذا هو البعبع هذا هو العدو المرعب وهي في حقيقة الأمر فقط حتى لغض الطرف عن ما يجري وما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني سياسة المواجهة ستؤتي ثمارها مع إيران أكثر من سياسة الإحتواء إسمحي لي أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك مواجهة ساخنة مع إيران الولايات المتحدة لن تجرؤ على الاعتداء على إيران وأقول لك لماذا لأن أولا إيران ليس دولة صغيرة هي دولة كبيرة هي بحجم العراق ثلاث مرات عندما كانت تتحدث عن أماكن وإلى آخره هناك هذه المواقع التي كانت بها والمرافق النووية منتشرة عبر خمس ألاف موقع في إيران فإذا هذا كلام فارغ فقط يخدم الرواية الإسرائيلية يخدم أن هناك أن الصراع الوحيد في المنطقة هو مع إيران وليس مع الفلسطينيين هذه النقطة التي تحاول إسرائيل وتحاول أمريكا أن تثبتها أنه ليس هناك صراع بين الفلسطينيين وبين العرب وإسرائيل فالصراع حقيقة بين إسرائيل والعرب ضد إيران هذا حقيقة إسمح لي أن نتابع لأن هذا المشروع يقدم ما نراه كل يوم أن نتابع ما قاله الرئيس الإيراني سيد حسن روحاني بخصوص السياسات الأمريكية وكيف ستواجه إيران أو كيف تواجه الآن كل ذلك نتابع ثم نعود إن أمريكا والصهاين لا يمكنهما تحمل وجود إيران قوية هم غاضبون من الشعب الإيراني العظيم لأنه لم يتقطئ الرأس لهم أبدا إن الشعب الإيراني سيثبت أنه المنتصر الأخير في المعركة مع أمريكا إننا اليوم وكشعب إيراني أمام امتحان في غاية الصعوبة غير أننا وبعد أربعين عاما من انتصار الثورة الإسلامية حققنا انتصارات قل نظيرها في الكفاح ضد العدو الجائري أمريكا إن على أمريكا أن تدرك أننا سنبيع نفطنا وليس بإمكانها منعنا من ذلك وفيما أرادت أن تفعل ذلك فلن يصدر أي نفط من الخليج مطلقا إذن سيد سعد لديها أوراق قوة إيران وليس من السهولة بمكان الكلام عن مواجهة أو حرب أو تصعيد عسكري معها وهناك رأي يقول أن الإدارة الأمريكية تريد مزيد من طوريط العرب في خروب عبثية جديدة وربما سوريا واليمن مثال نعم أولا أحيي الدكتور سعيد في استغلال المنبر الإعلامي هذا لتحدث عن قضية الفلسطينية بغض النظر عن خروجه عن موضوعنا الأساسي فأنا أحييه وأحيي في هذا الروح الحية لأن كثير من الأخوة الفلسطينيين الإعلاميين أول ما يطلع المنبر طوالي يروح القضايا العربية الجانبية ويترك قضيتها الأساسية هذا واحدة لها الشكر لما كل ما يجري لطمس ربما القضية الفلسطينية بكل بساطة يا سيدتي جيبي أي واحد باستثناء السيد سعيد وخلي يتحدث طوالي يطلع على السعودية يسبها من عبد الباري عطوان ولا أستوى أذكر الأسماء وأسف على ذكر الأسم ولكن كلهم بالشكل هذا كل الإعلاميين الفلسطينيين أول ما يطلع على الإعلام ينسوا قضيتهم الفلسطينية ويدخلوا في خلافاتنا العربية التي هي ما ضيع القضية الفلسطينية هذا واحد اثنين بالنسبة لإيران إيران تأخذ القضية الفلسطينية كقميص عثمان وعندما قال الكاتب البريطاني أن لدى إيران أقمصة كثيرة غير قميص عثمان وأذكر السيد من طهران وأنا أحييه أيضا ولست بخيلا بالترحيب به أن المملكة العربية السعودية أذكره أنها في عام 2000 وقعت 22 اتفاقية مع الدولة في إيران معنى ذلك لا أحد يستطيع هذا التوجه السعودي ضد إيران أو مع إيران ولكن للأسف السياسة الإيرانية هي التي قلبت هذا الموضوع بعد 2003 غيرت كل شيء والاتفاقيات موجودة لا ينفيها موجودة في الصحف الإيرانية وأستطيع أن أثبتها له ولو دخل على النت وجدها 22 اتفاقية وقعتها السعودية مع إيران في جميع المجالات مع الرئيس خاتمي مع الرئيس خاتمي يعني يكون هناك ازدهار اقتصادي ونتبادل تجاري بين المملكة وإيران لحد له في صالح الشعبين الشقيقين ولكن المشكلة بعد 2003 تغيرت هذه السياسة الإيرانية وصار في حرب العراق وصار في اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري وصار في الحروب على غزة وصار في تبدلات كثيرة في المنطقة وكل اشترك وكل كله وأدوار أذكر من لا يقرأ ولا يطلع على التاريخ ولا على الواقع الحاضر أن السعودية وقعت عام 2022 اتفاقية أمنية أمنية وتصادية لذلك أقول أن لا أحد يزايد ولا يقولون أن إيران تمد يدها للسلام نحن الذين مدينا يدينا للسلام ونحن الذين وقعنا التفاقيات ونحن ونحن ولكن للأسف الأطماع الاستراتيجية الإيرانية هي ما يخرب سياستها طب اليوم بالرغم من كل هذا الكلام إيران تمد يدها للحوار يعني الوزير الخارجي الإيراني يكرر وكرر أكثر مرة أنه نحن متعدون للسلام ونمد يدنا للحوار لا نرى هذه اللهجة على المقلب الآخر هذا الكلام جميل وأقول لك قبل أن تسأليني لا تسأليني لكن بما أنك سألتيني فأقول لك على إيران أن تحترم الشعب السوري على إيران أن تحترم الشعب اليمنين هذا خليف يعني هو استدعاها لسوريا ما دخل السعودية بذلك سوريا حليفتها إيران استدعتها إلى سوريا أين المشكلة في ذلك مثل ما عبد ربو منصور هادي قلتم أنه استدعى السعودية إلى اليمن أين المشكلة في ذلك على إيران أن تقف عن اختراق الأمن للدول الأوروبية يعني أنتم تدافعون الآن عن أوروبا فلتدافع الأوروبا عن نفسها نحن نتحدث أعلميا عن هذا المؤتمر الذي دعيتيني من شأنه مؤتمر وارسو ونقول أن الاجتماع في وارسو هو لكيف تنسيق السياسات الاقتصادية والأمنية ضد التصرفات الإيرانية نحن لسنا ضد إيران نحن لسنا أعداما كل هذا وأنتم لستم ضد إيران إذا كنتم ضد إيران يعني ما بالك هل تستطيعين أن تقولين لي وأرهنك الآن أن الدانمارك لن تشترك في هذا المؤتمر أنا لا أتكهن لا أنا أؤكد لك أن الدول المتضررة من التصرفات الإيرانية في الأمن الأوروبي ستشترك والدول المتضررة من السياسات الإيرانية في الدول العربية ستشترك مع ذا الدول التي تهيمن عليها إيران وهم قالوا بأنفسهم على طاولتك هذه وسمعتها بإذني ورأيتها بعيني عندما قال أحد المحللين السياسيين أننا نحتل عواصم أربع ماذا تقولين عن احتلال عواصم أربع أمريكا لها سياسات في السعودية وفي البحرين وفي قطر عمرها ما قالت احتلناه البريطانيا نفس الطريقة روسيا في سوريا الآن تقول نحن أصدقاء ومتى ما أردنا أن ننسحب ننسحبنا الدول لديها مصالح اقتصادية لديها مصالح استراتيجية أما أن تذهب بعيدا لاختراقات أمنية وحروب هذا ما يقف المجتمع الدولي ولكن من الذي قال سننقل المعركة إلى إيران مش محمد بن سلمان وليل عهد السعودي هذا تصريح مزلزل لو قاله أي مسؤول إيراني كيف كان الحالس قالوا الإيرانيين سننقل المعركة إلى إيران وماذا يعني دعم المعارضة في مؤتمرات بدول أوروبية وبالخارج وماذا يعني سنريد تغيير النظام في إيران على لسان مسؤولين سعوديين كوجهة نظر شخصية أعطيتك إياها قبل ندخل الستوديو أقول أن العرب لم يعملوا ضد إيران كما ينبغي العمل يعني العمل الصحيح الذي ينبغي أن يعمل ضد إيران لم يأتي حتى الآن ليس مهاجمتها نوويا ولا غير ذلك ولكن لم يعمل العرب كما ينبغي الآن الخطوة السعودية الأولى لماذا؟ كان هناك خطأ أخطاء استراتيجية من قبل العرب من قبل العرب ما الذي عليهم أن يفعلوا ضد إيران مواجهة عسكرية؟ لا نحن لا نهاجم الدول أنا أقول لك من برك هذا أن المملكة العربية السعودية بدأت الخطوة الأولى مع العراق بفتح منافذها وقواتها وحدودها لذلك الشعب العراقي سيستفيد الإيرانيين أو الأشخاص أو المنظمات التي تأتمر بأمر إيران في العراق حاولت أن توقف هذا المد المد الآخر هو الآن آتي إلى سوريا إن شاء الله وهذا ما تصوري في سياسة المد العربي المد العربي الذي يظهر ما يؤثر على سوريا العراق إذا نجحنا في مد خطوط الإمداد وخطوط الاقتصادية والجوية والبرية إلى العراق لننتزعه من إيران ذاك الوقت نستطيع أن نكرر التجربة في سوريا وهناك أشياء خافية جدا عن المخطط السعودي والمخطط العربي في إيران يستطيع بجهد بسيط أن ينهي هذه الدولة وتكون دولة صديقة وما كان المخطط التركي مثلا أو المخطط الإيراني أو المخطط الإسرائيلي لينفذ إلى هذه المنطقة لو كان في مخطط عربي استراتيجي بكل بساطة حمد بن فلمان قد يزو سوريا ضمن هذه المساعد لدينا وكلة في العالم العربي هم من يستدعون هؤلاء الناس يعني المملكة العربية السعودية بكل صراحة كانت تدعم تغيير نظام الأسد لماذا؟ لوجود إيران الآن عندما آتت روسيا إلى سوريا المملكة العربية السعودية وبما أن روسيا ليس دولة محتلة كما إيران تستطيع أن تمددها لسوريا وبقوة هل قد نرى زيارة قريبة مثلا لولي العهد السعودي إلى سوريا ضمن سياسة الانفتاع لماذا لا نرى الأسد في سوريا؟ لماذا لا نرى بشار الأسد في سعودية؟ الأسد بانتظار أن تدعوه الجامعة العربية على الأقل إلى قمة مفترض السيد بشار الأسد هو المحتاج هو الذي يبادر بمدد يد وصداقة على كل الإمارات التي بادرت وفتحت سفارتها ويقال أن السعودية هي الخطوة القادمة أنا شخصيا أتمنى ذلك أنا فقط أذكر حضرتك ذكرت السيد عبدالباري عطوان له حق الرد على منبرنا بأي برنامج نصير اشتباكة حين لا لأنه ليس موجود معنا للأمانة الصحفية أنا تأسفت قلت عبدالباري عطوان وتأسفتني أني تقطعه بالإسم لكن إذا تبغيني أذكر الأسماء ذكرتها كلها لا لا يوجد داعي أنا تأسفت في الحال أنه ذكرت اسمه ابقى معنا ودكتور سعيد وسيد أفقهي أيضا مشاهدين ابقوا معنا فاصل آخر قصير وأخير نعود بعده لمتابعة ندوة الأسماء أهلا بكم مشاهدين إلى الجزء الأخير من ندوة الأسبوع بعنوان تحالفات الإقليم جبهات متعددة قبل الفاصل كنا نتحدث عن هذا المؤتمر الذي يفترض أن يعقد في العاصمة البولندية وارسو وعن السياسات الأمريكية الحالية الموجهة ضد إيران تحديدا وهنا أتوجه إليك سيد أفقهي إلى أي مدى تستطيع طهران مواجهة كل هذه الضغوط وسط عقوبات وضغوط أيضا ممارسة عليها سمعنا قبل قليل الرئيس الإيراني يقول أنه بما معناه سننتصر في نهاية هذه المعركة وبإمكاننا أن لا نصدر أي نفط من الخليج مطلقا وهذا تهديد واضح وكان في مناورات في ديسمبر الماضي أيضا مناورات كبيرة واسعة جدا قامت بها إيران ما الأوراق القوة التي تملكها إيران حاليا لصد هذه السياسات الأمريكية إنجاز التعبير أولا هذه الضغوط وهذه العقوبات والحرب الصدامية ثمان سنوات التي دعمتها الدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ليست جديدة العهد على إيران نحن منذ أربعة عقود ومن صبيحة انطلاق الثورة الإسلامية واجهنا هذه الضغوط والعقوبات والمؤامرات وتعرفين أنت ماذا حدث في إيران خلال هذه أربعة عقود وسنحتفر إن شاء الله بأربعنية هذه الثورة المباركة وأما فيما يتعلق بموضوع الأوراق أولا إيران لا تطمع لا بأراضي ولا تريد أن تزعز أمن المنطقة نحن هنا نتحرك بوفق القوانين والمواثيق الدولية إذا دخلنا في سوريا دخلنا بدعوة رسمية من حكومة رسمية عضو فيهاية الأول المتحدة إذا دخلنا في العراق لأنه وصل في الحقيقة داعش إلى مشارف بغداد وطلبت الحكومة آنذاك كان السيد المالك رئيس وزراء طلبت الحكومة أمريكا التي أبرمت معها اتفاقية عسكرية أمنية بعد ستة أشهر من ظهور داعش لم تقدم طلقة واحدة للحكومة العراقية لكي تدافع أمام داعش ونحن دعمنا الجيش العراقي بطلب رسمي دخلنا فيما يتعلق بالمواضيع الأخرى نحن ندعم حركات التحرر وندافع عن حقوق الشعوب المضطهدة في المنطقة وهذه تسجيل مواقف أوراقنا هي أولا في الداخل الإيراني نحن لدينا قوة عسكرية الآن هي أقوى قوة عسكرية ونقف على أرجلنا لم نشتري ولا قطعة سلاح من أي بلد هذا أولا الموضوع الثاني إيران دولة ثرية وغنية بالنفط والغاز والعقل البشري الذي أنتج وخصب اليوران يوم بنسبة 20% وهو في عز الحصار الموضوع الثالث نحن نمتلك العقلانية والمنطق والواقعية ومن هنا انتصرت إيران أخلاقيا وسياسيا وحقوقيا في مفاوضاتها مع خمس دول عظمى زائد ألمانيا في مفاوضاتها النووية ووقعنا على هذا الاتفاق وطبقنا كل تعهداتنا واليوم نشاهد كيف يتعامل معنا الأمريكي وكيف تتمرص الآن الدول الأوروبية ثاليا موضوع محور المقاومة نحن الآن في عز الانتصار يعني الآن إيران ومحور المقاومة هي في عز القوة فلا تستطيع أمريكا أن ترتكب أي خطأ ويجب أن تعيد ألف مرة حساباتها إذا أرادت سواء أمريكا أو العدو الصهيوني أو السعودين كما قال محمد بن سلمان سننقل المعركة هو فلينقض نفسه من اليمن ولا نريد أنه ولا يخيف هنا هذا الكلام الفارغ نحن نمتلك قوة استراتيجية مع محور المقاومة للدفاع عن قضية الفلسطينية على المستوى الدولي الآن كل دول العالم ما عدا أمريكا والعدو الصهيوني والسعودية التي هي مثلث الشؤوم ما عدا هذه حتى الدول الخليجية حتى الإمارات التي هي الآن حليفة للسعودية ما تملكنا تربطنا معها علاقات ولم تقطع علاقاتها وما زال التبادل التجاري يطفو على سطح 10 مليار هؤلاء الأصدقاء في الداخل قوتنا الذاتية في المنطق محور المقاومة وعلى المستوى الدولي هناك دول صديقة لنا وتدعمنا وعلى رأسها الصين وروسيا هي التي وقفت أمام في الحقيقة التهديد فيما يتعلق بالتهديد ستلينا نحن لم نهدد ابتداء أنا أؤكد بين قوسين هم الذين هددوا قالوا سنقطع صادرات النفط الإيراني نحن قلنا إذا يريدون أن نقطع صادرات النفط الإيراني بآليات حقوقية قانونية لا يستطيعون لأن عندنا حلفاء واعلن أنه سيشترون النفط إذا أرادوا مهمة جدا إذا أرادوا أن يمنعوا صادرات النفط بالقوة نحن نمنع ولا برميل واحد سيخرج من مضيق هرموز إذا أرادوا بالقوة أنا أؤكد هذا ما قالوا ولكن أن يحرفون الكلام عن سياقه ويتاجرون به ويغارطون به ويناكبون ويكذبون به هذا شأنه وليس شأنه ناسي فيه قرار رسمي بهذا الكلام برأيك أنه إذا منعوا عنكم النفط ستغلقون مضيق هرموز يعني فيه إجراء متخذ ولكن معلق لحين أي قرار في المقابل بالقوة أؤكد وأقول قلنا وقالها السيد القائد قالها السيد الرحاني وقالها قائد الحرس الثوري وقالها قائد الجيش إذا أرادت أن تمنعنا الولايات المتحدة الأمريكية بالقوة أي بالعسكري نحن نرد ونغلق مضيق هرموز خلال سويعات وليس خلال مدة طويلة يغلق مضيق هرموز يا أما كلنا نصدر النفط ونستفيد من هذا المضيق يا أما نقف إذا استعملوا معنا القوة مع ذلك كما تشاهدين الآن نحن نصدر النفط كما باقي دول تصدر النفط نعم طيب سمعني أن أنتقل إلى دكتور سعيد عريقات البعض يرى دكتور سعيد وكأننا في مرحلة سباق بين تمرير صفقة القرن والمواجهة مع إيران لا أدري أن كنت توافق ذلك هذا أولا وثانيا وكأن الوقائع وكل هذه يعني إعادة الحسابات والتحالفات الجديدة وقرار الانسحاب الأمريكي من سوريا يشير إلى تراجع النفوذ الأمريكي حقيقة في المنطقة هل هذه قراءة واقعية؟ بكل تأكيد سأشرح ولكن دعيني أن أقول شيء عن صديقي ورفيقي العزيز ومعلمي عبد الباري عطوان نحن نسترشد بما يقوله ونستلهم بما يقوله باستمرار بالنسبة لمرحلة السباق ما بين صفقة القرن والمواجهة مع إيران أنا في تقديري أن المشروع الإسرائيلي والمشروع الأمريكي في المنطقة يريد أن يجعل من حتين الضفتين إن شئتي لمشروعه في المنطقة تكاتف وتواجد بمعنى أنهم يربطون تمرير صفقة القرن وهي حقيقة القضاء وتصفية القضية الفلسطينية مع مواجهة مع إيران بمعنى أنهم كلما يتحدثوا عن أن إيران هي العدو للعرب كلما أصبح هناك متسعا ومجالا لكي يتفق العرب معهم أو الدول العربية يتفقوا معهم على تنفيذ ما يطلب منها بالنسبة لصفقة القرن بمعنى أن صفقة القرن هي التطبيع بين الدول العربية وإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية ونحن رأينا عمليا أن إسرائيل والولايات المتحدة بدأت بالفعل بتنفيذ صفقة القرن بأزاحة القدس عن الطاولة استشرى الاستيطان أوقفت التمويل وكالة غوث اللاجئين الأنروا بهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وهي القضية الأزاسية وإنهاء حق العودة فإذن هي تنظر إلى هذا ليس صباقا بل هو هجوما على جبهتين بمعنى وكلاهما أحدهما تكمل الأخرى أما بالنسبة لما نراه في سوريا على سبيل المثال نحن ما نشاهده حقيقة هو فشل المشروع الأمريكي في سوريا نقطة تحت الصفة أن المشروع الأمريكي الإمبريالي الذي أراد أن يجزئ سوريا وأن يجعلها إلى دولة طوائف تنسجم مع الدولة الطائفية في إسرائيل وهي تسعى منذ نحو هذا الهدف تاريخيا إسرائيل معنى أن الدولات الصغيرة تبرر وجودها وتعطيها القوة وبالتالي إسرائيل على سبيل المثال لا تريد للولايات المتحدة أن تنسح نعم ثانيا أنا في تقديري أن قرار الانسحاب هو قرار حكيم بالنسبة لهذه الإدارة التي لا تظهر الكثير من الحكمة ولكن في هذه النقطة لأنها حقيقة اكتشفت أن مشروعها فشل وأن الفين جندي أمريكي لن يفعلوا شيئا ولن يغيروا مواتين القوى في المنطقة وأن الدولة السورية والجيش السوري يعيدون سيطرتهم وسيادتهم على هذه الدولة وسوريا بالأساس استهدفت لأنها العنوان القومي العربي لا أكثر نحن كلنا نتذكر عندما ذهب وزير الخارجية السابق كولين باول إلى دمشق عام 2004 وحاول أن يملي على الرئيس السوري بشار الأسد الآن أنه إن فعلتم كذا وإلا كذا فنحن نعرف أن سوريا باستمرار متعرضة وتعرضت للمؤامرة كما تعرضت مصر المؤامرة كله لأنه في مواجهة لأن هذا يخدم البرنامج والمشروع الإسرائيلي فإذا وضع هذه النقاط مع بعضها البعض نرى أنه بالفعل فشل المشروع الأمريكي في سوريا هو بادرة حسنة ويظهر عملية صعود في المقامة للمشروع الإسرائيلي الصعيوني الاستيطاني نرى استمرار مظاهرات العودة كل يوم جمعة في غزة نرى استمرار المقامة الفلسطينية التي لم تكل ولم تتراجع ولن تتراجع في تقديري بل على العكس تراها تبتكر أساليب جديدة باستمرار لمواجهة هذا العدو المتوحش تواجه الاستيطان تواجه الحواجز تواجه ابتلاع الأراضي وهي موجودة على الأرض فإذا هو حقيقة صعود للقوى الناهضة للقوى المقاومة في المنطقة وتراجع للمشروع الإسرائيلي هذا صوت فلسطيني السيد سعد بن عمر صعود لقوى المقاومة وتراجع للنفوذ الأمريكي وهذا يعد خسارة لحلفاء أمريكا من ضمنهم دول الخليج والسعودية اليوم عودوا على بدء إذا عدنا إلى مؤتمر وارسو اليوم في تركيا مثلا لاعب إقليمي مهم غير مؤتمر لن تشارك في مؤتمر وارسو في البيت الخليجي نفسه ليس موحد في قطر والسعودية على خلاف تام أو قطر والإمارات مثلا على خلاف تام كيف يمكن تشكيل تحالف أو تنسيق أمني لنقل وسياسي من هذا النوم نعم أولا مرة أخرى أشكر الأخ سعيد لأنه أوضح أن إيران جاءتنا من الخلف فأشغلتنا عن القضية الفلسطينية وهذا واقع لاحد ينكره الشيء الآخر أن إيران لم يقل هذا الكلام قالت إيران جاءتنا من الخلف هي مشغولة أصلا بالقضية الفلسطينية فكيف تشغلكم عن القضية لا لا هي جاءتنا من الخلف فأستدرنا وجيه لها وأهملنا كثير في القضية الفلسطينية ولذلك شكرت المرة الأولى عندما أدخل القضية الفلسطينية في الموضوع لأن كثيرا من الإعلاميين خرجوا عن الموضوع لذلك أقول لك مرة أخرى أن السيد هادي عندما ذكر الحرب العراقية الإيرانية نقول له أن الدول بسياساتها تحتاج إلى عدو حتى توقف الشعب ضده فأخذت فرصة غزو صدام لها باستمرار الحرب ثمان سنوات وإلى الآن ما زالت إيران بعدما أنتهى صدام حسين ما زالت إيران تتخذ أمريكا عدوا لها لذلك أمريكا نفسها عندما أنتهى الاتحاد السوفيتي وجدت في العالم الإسلامي لابد أن تخلق عدوا لها هذه سياسات استراتيجية بعيدة المدى إيران الآن تطبقها لكن ألا ينطبق ذلك أيضا على بعض العرب من ضمنهم السعودية يعني صدام حسين كان عدو بفترة من الفترات وأنه هو يشكل الأكبر الشرور بالعالم والعالم من دون صدام حسين أفضل ذهب صدام حسين اليوم عدو إيران نتحدث عن الواقع وعن استراتيجية ولا نتحدث عن تخمينات لذلك أقول أن إيران أخذت تأخذ القضية الأمريكية الآن أو معادات أمريكا خضية عدو لشحن الشعب الإيراني ضدها أثنين إذا كان الأستاذة الإيرانيين يدعمون حركات التحرر فليدعموا حركات تحرير بلوشستان والأحواز وكوبستان عندهم موضوع توحيد الجهود لبيت الخليجي ثالثا قضية داعش اكتشفت الآن أنها لعبة إيرانية أمريكية والموصل تسلم في سبع ساعات لستمائة هذا ليس موضوع لا أردنا على السيد هذه الشيء الثالث توحيد البيت الخليجي نعم صالحوا قطر قبل أن تتفقوا ضدها قد لا يعلم الكثير أن دولة قطر شئنا أم أبينا ما زالت مشمولة بالبيت الخليجي سواء في المؤتمرات التي تتعقد داخليا أم غير ذلك صحيح هناك مقاطعة احتجاجا على أفعالها ضدنا التي لا تسرنا ولا تنسجم مع السياسة السعودية ومع سياسة دول مجلس التعاون الخليجي ولكن دولة قطر في المؤتمرات الخليجية موجودة في التنسيق الأمني موجود في مصالحة قريبة قد نشهدها في الحماية العسكرية الجوية موجودة في الحماية البحرية العسكرية موجودة قطر داخل ضمن النطاق البحري لدول مجلس التعاون الخليجي سواء السعودية أو الإمارات مثل ما البحرين داخلها في المجال هذه قوات هذه دول القوات السعودية بما لها من قدرات والقوات البحرية بما لها من قدرات هي تستطيع أن تحميها والسعودية ليس لها أي نية في تغيير نظام الحكم في قطر ولكن لها نية في إقاف الشرور التي تنطلق من قطر أما مسألة المصالحة فلا شيء مستحيل ولكن سبقا قلت ولا أريد أن نناقض نفسي أن أقول إذا أختفت الرموز السياسية المسببة لهذه الأزمة بين السعودية وقطر فستنحل المشكلة انتهى الوقت للأسف أنا أشكرك جزيلا سيد سعد بن عمر مدير مركز القرن للدراسات شكرا جزيلا لك سيد هادي أفقي الديبلوماسي الإيراني السابق من طهران وأشكرك جزيلا دكتور سعيد عريقات الباحث في الشؤون السياسية من واشنطن شكرا لزاهر أبو حمدي منتج هذه الندوة وكل ندوات الأسبوع شكرا لحسن راضي المخرج وأشكركم على حسن المتابعة ومشاهدين إلى اللقاء اشتركوا في القناة